24 ساعة بتفصيلنا عن أول انطلاقة جديدة للمنتخب الوطني في عهد حسام حسن المدير الفني الوطني الجديد اللي تولى المسؤولية خلفا لروي فيتوريا المدير الفني البرتغالي اللي فشل في بطولة أمم إفريقيا فشل زرية بصرف النظر عن مواجهة الغد بصرف النظر عن قوة الفريق المنافس من عدمه الجميع يترقب أول انطلاقة للمنتخب الوطني في عهد حسام حسن وفي غياب النجم العالمي محمد صلاح أسئلة كتير واستفسارات وحالة جدل كبيرة جدا من ساعة ما تولى حسام حسن مسؤولية المنتخب الوطني بين مؤيد ومعارض وبين طبعا في حالة ترقب لأداء المنتخب الوطني في الفترة المقبلة مع حسام حسن معايا ومعاكم والجميع طبعا ينتظروا والجميع بيكون طبعا حابب ان هو يسمعوا سواء بقى في رمضان سواء في غير رمضان الوحيد القادر على منافسة المسلسلات الرمضانية هو رضا عبد العال رضا عبد العال نجم مصر ونجم الاهل والزمالك والمحلل الأشهر في الوطن العربي والمنافسة الأقوى للمسلسلات الرمضانية موجود معانا في البريمو كابت الرضا برحب بيك والله العظيم والله العظيم انت كيات خلص والله كابت الرضا خلص ده انت الحتة اللي انت بتقولها دي المقدمة دي وربنا بتموت ناس والله انا بقولك الوضع الطبيعي انت بالنسبة لك الوضع الطبيعي لان انت عارف القيمة والقدر والكلام ده انما التانيين دولت بيقولك اسلام هو السبب في اللي هو بيقوله ده واللي بيخليه يفرد علينا ويتمرع علينا ويدلع علينا انا بقولك حق ربنا واللي انا بشوفه في الشارع واللي انا بشوفه كمان من ردود افعال سواء من مصادر او من ناس عدية او من جمهورها عادي هو الهتاب بتاعك كان ايه؟ رضا يا رضا اتدلع يا رضا طيب لما انا اتدلع معاك لانك انت بتسأل اسئلة قاتلة وفجول وبرد عليها وادلع عليها انت تعمل انت عايزة بطرنا لا فيه بعد كده دلع يعني انت كل الاسئلة بتاعتك كلها السم في العسل لا والله لا انا بس اعلى اسئلة ومعاك تبقى ايه اقولك في الصميم او اللي هو الاحداث اللي هي متولية بالظبط ومن كواليس وعلشان الناس تسمع وعلشان الناس تبقى عارفة وتفهم ما يدور في الكواليس لا هو ده الاعدام الناظب بتاعنا اللي انت مش انا بس اللي بقعده قدامك اي حد بقعده قدامك انت بتطلع منه من غير ما وبيحك